اشتركوا في القناة للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسنًا تقديم الأستاذ سمير الشوالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الماء والثرى ونزل القرآن لما في الصدور شفاء ونصلي ونسلم على القدوة النيرة والأسوة المشرقة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى السائرين على دربه صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم لقاءه أحبة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن آيات القرآن المقرؤة إذا قرأناها بإمعان وتدبر أحالتنا مباشرة على الآيات المرئية في هذا الكون الفسيح أدعوكم أيها الأحبة إلى أن تنصتوا إلى هذه الآية الكريمة من سورة الرعد هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال فعبارة هذه الآية تفيد أن الله تعالى يرينا البرق فنخاف أن تنزل علينا منه السواعق وفي الآن نفسه نطمع أن ينزل معه المطر ونعرف أن الله سبحانه وتعالى يوجد بقدرته السحاب الثقال المحمل بالماء الكثير لينفع الناس لكن إذا نظرنا فيها نظرة أعمق فإننا سنرى فيها آيتين مرئيتين تدلان على عظمة الله وبديع صنعه في خلقه فالآية المرئية الأولى التي تحيلنا عليها الآية الكريمة هي البرق هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً والبرق هو ذلك الضوء المبهر والمخيف الذي ينتج عن استدام سحب تحمل شحنات كهربائية موجبة وأخرى تحمل شحنات سالبة ثم يصدر بعده الرعد الذي يحدث بسبب زيادة الضغط وارتفاع درجة الحرارة التي يحدثها البرق والتي تصل إلى عشرين ألف درجة تأملوا أيها الأحبة قوة الحرارة التي تنتجها تلك الإضاءة التي نراها في السماء والتي تحدث في الغيمة الواحدة أو بين غيمتين أو بين الغيوم وسطح الأرض وهو أخطرها لأنه يتسبب في السواعق التي تتسبب في وفاة البشر أو في حدوث الحرائق ومن فضل الله تعالى علينا أن العلماء تمكنوا من استخدام مانعة السواعق يضعونها فوق الأماكن العالية ويوصلونها بسلك معدني يدفن في الأرض ليفرغ الشحنة الكهربائية فيها هذه الآية العظيمة آية البرق سخرها الله تعالى لفائدة الإنسان هذا الكائن الذي كثيرا ما ينكر فضل ربه عليه فالبرق أيها الأحبة فيه منافع جليلة منها أنه عندما يضرب المناطق الرملية وبفعل الضغط والحرارة الشديدة يحول حبات الرمل إلى زجاج هذا الزجاج الذي لنا فيه مآرب ومنافع كثيرة أيضا إن البرق بفعل قوة الحرارة التي يحدثها ينقل جو من الميكروبات والأترب والجراثيم العالقة فيه وفي الأرض يكون الأسمدة الطبيعية التي تغذي النبات سبحانك ما أعظم صنعك وما أوسع فضلك فاعتبروا يا أولي الأبصار هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يرين سبحانه وتعالى البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وهي الآية المرئية الثانية في هذه الآية والسحاب في الجو يتكون على ارتفاعات مختلفة وأشكال وأحجام وألوان متباينة ومتوسط وزن السحاب قد يزيد عن ثلاثة آلاف طن وقد تزن بعض السحب الرقامية أكثر من ستة ملايين طن والتي يصل سمكها المتوسط عدة كيلومترات سبحانهما أعظم قدرته وينشئ السحاب الثقال سبحانهما أعظم قدرته وينشئ السحاب الثقال سبحان الذي ألف بين السحاب فأسقانا منه ماء فراتا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله سبحان الذي من قطرات الماء حفظ لنا سر البقاء فالسحب تتكون من الماء المتبخر من المحيطات ويقدر في السنة الواحدة بأربعمائة وعشرين ألف كيلومتر مكعب ومن اليابسة ويقدر بسبعين ألف كيلومتر مكعب وإذا كان المتر المكعب يحتوي على ألف لتر فكم من قارورة غاز نحتاجها لتجفيفها وتبخرها فما بالكم أيها الأحبة بأربعمائة وتسعين كيلومتر مكعب إننا نحتاج إلى طاقة هائلة لا نقدر عليها قدرها العلماء بمائتين وخمسين مليون كيلو وات في السنة ولكن الله تعالى تكفل بها بواسطة الشمس سبحانهما أعظم شأنه وإن كمية الماء المتبخر لو تنزل على اليابسة وحدها لارتفع الماء إلى عشرة أمتار ولكن من لطف الله أن ثلاثمائة وثمانين ألف كيلومتر مكعب تنزل على المحيطات قال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون أيها الأحبة إن الماء نعمة عظيمة وهبة ربانية علينا أن نشكر الله عليها بحفظها وعدم تبذيرها والنعمة إن شكرناها قرت وإن كفرناها فرت فاللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين العابدين دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدمت لكم العذاعة الوطنية وقولوا للناس حسنا برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة وقولوا للكون وقول للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملهه القرآن وقولوا للناس حسنا